من على جهاز حاسوبه أرسى هذا المهندس فكرة مستحدثة سجل عبرها براءة اختراع شكله في باحة منزله لحل مشاكل ورشات البناء في الأراضي الفلسطينية تكاليف باهظة ومشاكل تقنية تخلص بها مؤيد بتصميمه لطوبة ذكية تعد بثورة في عالم البناء أنا مهندس معماري وطبيعة عملي بتطلب أنه أنزل ورش كثير وأشوفها فشفت المشاكل اللي بتعاني منها عملية البناء في الطوب ومن نهاية المشاكل كانت عدة مشاكل أول إشي أني بحتاج مني إسمنتية بين كل طوبي وطوبي وبحتاج ميزان يعني العامل اللي بدي يجيشتر بدي يعمل ميزان للطوب وكمان هذا الإشي بأخذ وقت كثير وبأخذ مصار كثير وحتى يوم تأجي أبني أنا بالنهاية بكسر الطوب لحط التمديدات الداخلية سواء كانت الماء والكهرباء وأجد فكرة الطوب الذكية لتحل جميع هذه المشاكل وبإمكانياته المتواضعة حول مؤيد الفكرة إلى واقع مرتكزا على تصميم حديث للطوبة تتخلص من طريقة البناء التقليدية إلى أخرى تعتمد على التركيب دون الحاجة إلى الحرافيين والمواد الإسمنتية المكلفة الاستغنات عن الطوب الإسمنتية عن طريق الإسمنت الموجود بين الطوب عن طريق مبدأ التشريك أنه طوبي تيجي تركب في طوبي هذا الإشي إوتوماتيكيا بخلق لي ميزان بين الطوب فأنا أول إشي وفرت وقت وفرت جهد ووفرت مال فأصبح أي حد ممكن أنه يصف الطوب بالشكل السيل هذا ويطلع المبنى خلال يعني مثلا المبنى العادي مثلا ممكن يأخذ أسبوع في الطوب ممكن يأخذ يومين أو ثلاثة فعليا بقدر أشيله كمان مرة وأستخدمه في مكان ثاني هاي الميزة أجدت ميزة كثير إيجابية عن الطوب العادي وخلص أنا إذا حطيته أبدأ أكسره أتخلص منه عبئ صافة على البيئة نفسها كمان طوبة واعدة تشكل بتكلفتها القليلة وميزات فكها وتركيبها بريقة أمل لألاف اللاجئين في المخيمات ستحميهم من برد الشتاء وحر الصيف دون الحاجة إلى استخدام الإسمنت وبطريقة أشبه بتركيب قطع الليغو يطمح هذا المهندس للوصول للسوق العالمية بتصميمه الذي جاء لدعم المواطنين الفلسطينيين وإمكانياتهم المتواضعة ماديا وعدا بثورة في عالم البناء ستقلل من تكاليف هذا السوق الباهضة إلى أكثر من النصف من رمالة أنسام سلمان لليوم على الحرة